موسيقى مساء الخير كأنه مجلس وزراء جزر القمور دخلوا الجلسة مستائين من أسعار المناقصات المرتفعة مذهلين منشقين عن أنفسهم مصرحين بمواقف راجمة للأسعار ويعلوهم استغراب جامح من سوء سلطة التهمت النفايات بمناقصاتها وشركاتها فهم من العالم الآخر وليسوا ممثلين لطبقة حاكمة نمت بمراحل مختلفة وكونت زعاماتها على الحرب والسلم من مافيا الميليشيات إلى مافيا الحكم وصولا إلى مافيا النفايات مجلس الوزراء هذا من صنع الطبقة تلك وليست صادقة انبعاثاتهم المموهة فما أفضت إليه المناقصات كان استجابة لرغبات ناقصي الضمير وليقتنع الناس بأن الحكومة عزلت مرجعياتها السياسية وتفردت بقرار إلغاء المناقصات بلا أهداف فالمنتفعون من أهل السياسة أوصلون إلى المر لكي نشتهي حبة سكر وضعوا أمام اللبنانيين شروطا صعبة وشركات متعثرة ترغيبا في الشروط الميسرة آتوا بعائلة كاملة من آل سوكلين لنترحم على سوكلين الواحدة الموحدة التي كانت توزع نفعها على السياسيين من دون تكبيدهم عناء تأسيس الشركات كان المطلوب أن نصل إلى هنا إلى مرحلة الصعقة من أسعار مرتفعة تقدمها شركات مناقصة لكي لا يبقى في الميدان إلا سوكلين حفظه الله ورعاها وبقرار الحكومة هذا سيخرج السياسيون أبطالا انتشلون من أغلى الأسعار وناضلوا لأجلنا لكنهم في باطن الأمر وظاهره هم مددوا لأنفسهم ومدوا بعمرهم سياسي من خلال الاتفاف على التظاهر ثم مددوا لسوكلين وحرموا البلديات أموالها ومنعا لغضب الناس فقد أقاموا الحد بينهم وبين شعبهم بجدار عازل يحاول سراياهم إلى كنيست لأن التجربة العنصرية لم تعد موجودة إلا في إسرائيل التي تخاف الحجر الفلسطيني وحسنا فعل رئيس الحكومة بإزالة سوري السلطة غير العظيم لأنه واقعا كان سيقع فوق رأس حكومته لكن الأهم أن يقدم تمام سلام على إزالة الجدار السياسي العازل الذي يمنعه حتى اليوم من تسمية النفايات بأسماء زباليها السياسيين وهم لا يزالوا على قيد الزبالة ويناضلون على جبال قمامة وكما كانت ترويكا الحكم تسيطر على مقدرات البلاد فإن ترويكا النفايات اليوم الأفعل والأشد تحصاصا وإذا كان رئيس الحكومة له حساباته في عدم التسمية فإن الأعلام لا حسابات له إلا مصالح الناس ومهما صدرت بيانات النفي فلن تلغي زعامة النفايات والشركات فضحتهم وقالت إن الرؤساء الأصليين هم بري والسانيورة جنبلاط والحريري وما يعادلهم من منتفعين ترجمة نانسي قنقر